المسجد الأعظم من بين المعالم العارقة بوجده تم الحفاظ على هذا المسجد العطيق على مر القرون في إطار سون الذاكرة وكل رموز الشعب المغربي حيث تم تجديده وترميمه مرات عدة فالمسجد الأعظم مع لمس عمرانية بطراز مغربي أندلوسي فريد تطلع بوظائف متعددة عادة جميلة ارتبطت بالجامع الكبير وهي ما يصطلح عليه بسلطان طلبة حيث أن أنجب طالب في الجامع الكبير كان يحسف به لمدة ثلاثة أيام في واحد سيديحيا وما كان يجمع من أموال تهدى إلى هذا الطالبي كانت تقتنى به الكتب فتأسست خزانة علمية ملحقة بالجامع الكبير ولكن مع الأسف أن هذه العادة أوقفها للاستمر فرنسي سنة 1947 عرف المسجد الكبير الذي ذعب دورا تاريخيا ودينيا وعلميا خلال السنوات الماضية أشغال ترميم في إطار برنامج تأهيل وتثمين المعالم التاريخية لمدينة وجدة وتنفرد هذه المعلمة الدينية بجمالية معمارها وبنائها وأشكالها الهندسية وأعمدتها وأقواسها وكذا كتاباتها العربية الإسلامية كما أن النفورة المحاذية للأسوار الخارجية للمسجد الأعظم تعتبر أيضا من الخصائص المعمارية للشذابة لهذا البناء